الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فنلتقي في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته ونفخ فيك روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها فيستحيي ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول انبعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحيي فيقول ائت خليل الرحمن إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ثلاث كذبات كذبهن ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله تكليما وأعطاه التوراه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأقول أنا لها فأنطلقوا حتى أستأذن على ربي في داره فيؤذنوا لي عليه فإذا رأيت ربي ألهمني ربي محامد أحمدهم بها ولا تحضرون الآن فأحمد ربي بتحميد علمني ثم أقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد رأسك وسل تعطه وقل لي اسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي ثم أشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيحد لي حدا فيقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان وزن شعير فأخرج ثم أخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذنوا لي عليه فإذا رأيت ربي أثنيت عليه بمحامد علمنيها ثم أقع له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فيحد لي حدا فيقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان وزن بره فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذنوا لي عليه فإذا رأيت ربي أثنيت عليه بمحامد علمنيها ثم أقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيحد لي حدا فيقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان أدنى شيء فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأحمده تلك المحامدة ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفعت شفع فأقول يا ربي ائذني في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبرياء وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله حتى أقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود ثم تل الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قوله في هذا الحديث يجتمع المؤمنون أي أن الله جل وعلا يجمع من كان كذلك في عرصات يوم القيامة وقد ورد في بعض ألفاظ الخبر يجمع الله الناس وقد قيل في الجمع بين الروايتين أن الله يجمع الناس قاطبة من جميع الأمم فيظلون في الموقف فحينئذ يجتمع المؤمنون لينظروا كيف خلاصهم من هذا الموقف وكيف يفعلون ومن يستشفعون به وبهذا تجتمع الروايات أن الناس يجمعهم الله في ذلك الموقف ثم يجتمع المؤمنون للنظر في من يشفع لهم في ذلك الموقف قال حتى يهموا بذلك أي يهتموا لطول وقوفهم ورغبتهم في أن يقضى بينهم ليعرف مصير كل أحد منهم فيكون من شأن أهل الإيمان أن يعطوا الرأي فيقول قائلهم لو استشفعنا أي لو طلبنا من أحد ممن له مكانه ومنزله أن يشفع عند الله تعالى لنا من أجل أن يقضي بيننا وبذلك نرتاح من طول الوقوف في تلك العرصات وذلك المكان المقلق الذي لا يعلم الواحد منا ما الذي يصير إليه فيأتون آدم فيكون أول اختيار لهم آدم عليه السلام فهو عنده من الأسباب التي تجعلهم يفدون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله جل وعلا فيقول الناس ويقول المؤمنون يا آدم أما ترى الناس أي أما كان منك أن ترى ما وقع الناس فيه من بأس شديد في وقوفهم في هذه العرصات وقرب الشمس من رؤوسهم وانتظارهم المدة الطويلة فعندك من المكان عند الله جل وعلا فأنت أبو البشر فكل البشر من ذريتك ولك مميزات فالله جل وعلا قد خلقك بيده وأسكنك جنته ونفخ فيك روحه أي الكريمة التي تحصل بها الحياة وأسجد لك ملائكته أي أمر الملائكة أن يسجدوا لك فسجدوا لك وعلمك أسماء كل شيء فهذه مميزات تدل على أن آدم له مكانه ومنزل عند الله تعالى ولذا طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل حتى يرتاحوا من هذا الوقوف الطويل وهذا الانتظار ليكون في شفاعته السبب في إدخالهم جنة الخلد فيعتذر آدم عليه السلام ويقول لست هناكم أي ليس لي من المنزلة التي تظنون أنني التي تظنون أنها لي فإن ما ذكرتم يعارضه أشياء تجعلني لا أرى نفسي مؤهلا للشفاعة عند الله تعالى ويذكر خطيئة هي الذنب الذي أصابه وذلك أن الله نهاه عن الأكل من شجرة من أشجار الجنة إلا أنه خالف أمر الله وأطاع عدوه الشيطان فحينئذ رأى أنه غير مؤهل ليشفع للناس عند الله عز وجل في أن يقضى بينهم في ذلك اليوم لما أقدم عليه فيستحي أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد وهو قد صدر منه ذلك الفعل ثم يرشح لهم نوحا عليه السلام ويقول لهم اذهبوا إلى نوح فاطلبوا منه أن يشفع لكم عند الله ويذكرهم بأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وقد اختلفا في أمري الأولية فقيل المراد به هنا في مقام الرسالة وأما الأنبياء فقد كان قبله أنبياء وقال طائفة بأن نوحا أرسل لجميع من في الأرض في زمانه ولذا وصف بهذا الوصف وقد قال تعالى إِنَّا أُحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَيَاتُونَ نُوحًا وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُمْ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ أَيْلَسْتُ فِي هَذَهِ الْمَقَامُ وَلَسْتُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي تُؤَاهِلُنِي لِلشَّفَاعَةِ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَاب فإنه قد تكلم في شأن ابنه الذي طلب منه الركوب في السفينة فلما رفض سأل نوح ربه عن ذلك وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فقال الله له منكرا عليه هذا السؤال لا تسأل ما ليس لك به علم وبالتالي استحيا نوح من أن يقوم مقام الشفاعة لأهل الموقف ويطلب منه من يذهب إلى إبراهيم ويذكرهم بأنه خليل الرحمن والخلة رتبة عالية من رتب الصحبة والمحبة فإن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا فيأتون إبراهيم فيعتذر منهم فيقول لست هناكم أي لست بالمنزلة التي تظنونها ولستم آهلا لأشفع عند الله تعالى في أهل الموقف ويذكر خطيئته أي ذنبه الذي أصاب وذلك أنه كذب ثلاث كذبات حيث قال عن سارة بأنها أخته وقال بل فعله كبيرهم هذا ولذا قال ائتوا موسى فإنه عبد قد كلمه الله تكليما وأعطاه الله التوراة وقربه نجيا أن يتمكن من مناجاته ومن عرض أموره عليه ومن خطابه وقد تكلم مع الله جل وعلا فموسى كليم الرحمن قال فيأتون موسى فيعتذر ويقول لست هناكم أي لست بالمنزلة التي تؤهلني للشفاعة لأهل الموقف ويذكر خطيئته التي أصاب حيث قتل ذلكم الرجل الذي ليس من شيعته عندما تنازع مع رجل من شيعته ومن ثم لا يرى أنه مؤهل للسؤال لأهل الموقف في أن يقضى بينهم فيستحي من الله بسبب ذلك ويرشد الناس إلى أن يذهبوا إلى عيسى عليه السلام ويذكر عنه بأنه عبد لله وأنه رسول الله وأنه كلمة الله وذلك أن عيسى وذلك أن عيسى إنما جاء بالكلمة المجردة بدون أن يكون هناك سبب دنيوي فقد كان عيسى بعد أن قال الله كن فكان فقيل له كلمة الله وجميع المخلوقات لا تكون إلا بكلمة من الله لكن يكون معها سبب يجعله الله منتجاً ومؤثراً في حصول لأدنى سبب فنفق الروح فيه بأمر من الله جل وعلا فيقول عيسى لست هناكم أي لست في المنزلة التي تظنونها وبالتالي لا أستطيع أن أشفع لأهل الموقف ولكن يأتوا محمداً وذكر من صفاته أنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وذلك من أجل أن يؤهله للشفاع في أهل الموقف أن يقضى بينهم فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أي سأشفع لكم عند الله تعالى من أجل أن يقضى بين أهل الموقف فيستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله الإذن في داره وليس المراد أن هذه الدار محيطة بالله تعالى وإنما هي منسوبة إليه لأنها مختصة به كما قيل عن المسجد بيت الله فهكذا في قول في داره ولذا يفرق بينما يضاف إلى الله من الذوات فهذه تكون مخلوقة ولا يلزم أن تكون محيطة به وبينما ينسب إلى الله من المعاني فتكون صفة لله تعالى قال فيؤذن لي عليه أي يسمح له بأن يطلب من ربه بما طلب الناس منه أن يشفع لهم فيه بأن يقضى بين أهل الموقف قال فإذا رأيت ربي ألهمني ربي محامد أحمده بها أن يعلمه الله ويكسبه أن يكثر من الثناء عليه ووصفه بالأوصاف الجميلة التي له سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لا تحضرني الآن فظاهر هذا اللفظ أنه يبدأ بالمحامد قبل السجود وفي رواية أخرى قدم ذكر السجود على المحامد قال فأحمد ربي بتحميد علمنيه وهذا من فضل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الناس لكون ذلك من أسباب القضاء بينهم في عرصات يوم القيامة قال ثم أقع ساجدا أن يسجد لله قال فيدعني يدعني الله ما شاء أن يمكث مدة في سجوده وحتى يؤذن له ليرفع فيعرض الحاجة التي يريد أن يشفع فيها عند الله تعالى قال ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه أي أن مطلوبك سيأتيك وقل يسمع أي تكلم فإن كلمتك مسموعة ودعوتك مجابة واشفع أي كن عارضا لحوائد الآخرين عند ربك تشفع يقبل الله شفاعتك ويستجيب لطلبك قال صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي ثم أشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي أي ارفق بها ونجها وأدخلها جنانك قال فيحد لي حد أن يجعل لي مقدارا أدخلهم الجنة وهذا المقدار بالصفة فيقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان وزن شعيرة أي يكون أي أن الله يأذن له بأن يشفع لمن كان كذلك قال فأخرج أي أذهب إلى العرصات أو أذهب إلى النار ثم أخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم يعود فيستاذ فيتكرر ما ذكر قبل ذلك ويقال له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان وزن برة وذلك يعني حبت القمح قال فأخرج فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم ذكر الشفاعة الثالثة في ذلك الموطن قال فيقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان أدنى شيء يعني أصغر شيء ممكن قال فأخرج فأخرجهم من النار ثم يعود الرابعة فيقول له جل وعلا فأقول يا رب إذلي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله عز وجل مكسما وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله فحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول في ذلك الموطن ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي من جاء وعد الله في القرآن بأن يخلد في نار جهنم وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى إن يبعثك ربك مقاما محمودا أي تكون في موقف يحمدك الناس عليه ويثنون عليك بسببه ويعرفون فضلك عليهم بسبب ذلك الموقف وهو موقف الشفاعة العظمى التي يكون العباد بأشد الحاجة لها ليقضى بينهم في ذلك الموقف فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد أولها ما يتعلق بمناسبة الحديث لكتاب الإيمان فإنه أراد أن الإيمان ليس على رتبة واحدة وأن الناس يتفاوتون في هذا الإيمان خلافا لما يقوله المرجئة وفي هذا الحديث فوائد أخرى منها فضيلة هؤلاء الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ذكر شيء من صفات الموقف في ذلك اليوم العصيب وفي هذا الحديث إثبات صفة اليد لله تعالى لقولهم خلقك الله بيده وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يمتنع عن مقام عال بسبب معرفته عدم أهليته لذلك المقام العالي وفي هذا الحديث بيان أن الأسماء قد علمت لآدم عليه السلام وفي هذا الحديث فضل نوح وأنه أول رسول يرسل إلى أهل الأرض وفي هذا الحديث فضل إبراهيم حيث اتخذه الله خليلا وفي هذا الحديث بيان أن الكذب مذموم وأن المعاريض المجتملة على ما قد يفهم منه خلاف الواقع ليس من الأمور المتناسبة مع أهل الفضل والكمال ولئن كانت المعاريض فيها خروج من الإنسان عما حرم الله عليه واختيار لفظ موهم إلا أنها لا تتناسب مع صاحب المقام العالي وفي هذا الحديث أيضا تحريم قتل النفس التي حرم الله وبيان أنها مما تنقص درجة العبد بسببه وفي هذا الحديث بيان أن عيسى كلمة الله وتوضيح المراد من ذلك وكيف اختص بهذه الكلمة وفي هذا الحديث مغفرة الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي هذا الحديث مشروعية الثناء على الله وإكثار المحامد عليه وخصوصا قبيل الدعاء وقبل أن تدعو يستحب لك أن تكثر من الثناء على الله تعالى وذكره بأوصافه وأسماءه وفي هذا الحديث مشروعية سجود الدعاء بحيث يدعو لإنسان ربه في السجود وقد اختلف أهل العلم هل يشرع أن يكون هناك سجود مستقل ليس معه بقية أركان الصلاة ليدعو الإنسان وذلك في غير سجود التلاوة وسجود الشكر فاستدل طائفة بحديث الباب على ذلك والجمهور على أنه إنما يشرع الدعاء في السجود الذي يكون أثناء أداء الصلاة وفي هذا الحديث أيضا من الاستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يشترط لدخول الجنة أن يكون مع لإنسان قول أو عمل وأنه يكفيه ما في القلب وهذا الاستدلال فيه نظر فإنه في هذا الحديث قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فهذا لفظ وقد جعله سبب من أسباب قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفي هذا الحديث تكرار الإنسان للدعاء والشفاعة وأنه لا حرج عليه في ذلك وفي هذا الحديث قسم الله جل وعلا بعزته وجلاله وكبريائه وعظمته وفي هذا الحديث أن أهل الشرك خالدون مخلدون في نار جهنم وأنهم وأن أهل الشرك الأكبر لا يخرجون من النار وفي هذا وفي هذا الحديث بيان المقام المحمود الذي قدره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذ ذلك اليوم عيدا قال عمر أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة وإنا والله بعرفة هذا الحديث قال فيه أن رجلا من اليهود قال لعمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم يعني القرآن العظيم تقرؤونها أي تتلونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك ليوم عيدا أي موسما يتكرر ما بين وقت وآخر يعتاد الناس فيه ويجعلونه يوم فرح فسأل عن الآية فذكر أنها الآية التي في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وذلك أن أركان الدين تمت ذلك اليوم بأدائهم فريضة الحج إلى بيت الله وأتممت عليكم نعمتي باستكمال فرايض الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا أي عبادة وشريعة تعبدون الله تعالى بها فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة وكان ذلك يوم جمعة وإن والله بعرفة ففي هذا الحديث فضل يوم عرفة ومكانت ذلك اليوم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي استدل به على أن الإيمان يزيد إذا كان يزيد فهو ينقص وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم ابتداع عبادة جديدة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دلالة على أن آيات القرآن متفاضلة وأنها ليست سواء في الفضل وفي هذا الحديث فضل يوم الجمعة ومكانته خصوصا لما كان يوم جمعة وفي هذا الحديث مشروعية أن يكون لإنسان قائما بعرفة قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاتي الظهر والعصر دخل في عرفة وظل واقفا على ناقته يدعو الله جل وعلا ويثني عليه ويذكر محامده ويطلبه حوائجه حسن الله إليكم قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام قال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع شيئا قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين العشرة بالجنة وقد مات في زمن الفتنة رضي الله عنه قال جاء رجل أعرابي أي من أهل البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهلي نجد وقيل لها نجد أنها مرتفعة عما سواها وكان ذلك الرجل الأعرابي ثائر الرأس أي غير ممشط لشعر رأسه يسمع دوي صوته أي يسمع ما في صوته من اضطراب وتكرار وارتفاع للصوت ولكن الناس كانوا لا يفقهون ما يقول ولا يفهمونه حتى دنى أي اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه فإذا هو يسأل عن الإسلام يعني ما الذي يوجب علي الإسلام فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات به دليل على أن الأركان من الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس أو خمس صلوات في اليوم والليلة وهي هذه الصلوات المشهورة فقال هل علي غيرها أي هل علي واجب غير الصلوات الخمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي ليس عليك واجب سواها إلا أنه لك الحق في أن تتطوع بعد ذلك فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام أي نبئني ووضح لي ما هي الأيام التي أوجب الله عز وجل علي صيامها قال شهر رمضان أي يجب عليك أن تصوم هذا الشهر قال هل علي غيره يعني هل يجب علي صيام أيام أخرى غير أيام هذا الشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع فلك الحق في أن يكون منك التطوع قال فأخبرني ما فرض الله علي من الزكاة ويواجب متعلق بالمال قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب عليه من الزكاة قال هل علي غير هذه الزكاة قال لا أي لا يجب عليك في مالك غير هذه الزكاة إلا أن تطوع فلك الحق في التطوع قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال الرجل الآرابي والذي أكرمك بالحق أي أنني أقسم بالله تعالى لكونه قد أعطاك الحق لا أتطوع شيئا أي لا أفعل شيئا من النوافل والمستحبات ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا أي سأؤدي هذه الواجبات على أكمل وجه لكنني لن أفعل طاعات أخرى قال فأدبر الرجل أي ذهب وولى ولقاهم دبره فوهو يقول والله لا أزيد على هذا يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات ولا أنقص يعني من هذه الواجبات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح أي نجى وفاز وكان من أهل الجنان إن صدق في كونه سيؤدي هذه الواجبات وفي لفظ دخل الجنة إن صدق ايتيانه بهذه الخصال ففي هذا الحديث فوائد منها الترفق بالرجل الغريب كما ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل وفي الحديث مشروعية تمشيط شعر الرأس وفي الحديث أن الأصوات قد تخفى إما لبعدها وإما لتغير لغتها وفي هذا الحديث بيانه الواجب من الصلوات وهو الخمس الصلوات وفكلها فريضة وكلها مامور بها وكلها قد ورد كتاب الله جل وعلا بإثبات كونه صلاة قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقال تعالى من بعد صلاة العشاء ونحو ذلك من النصوص التي فيها دلالة على إثبات الخمس الصلوات وقوله لا يعني لا يجب عليك غير هذه الصلوات إلا أن تطوع شيئا فلك الحق في التطوع ومن هذا اللفظ قال فقهاء الحنفية والمالكية بأنه من ابتدأ بطاعة لزمه إكمالها ولو كانت مستحبة فقالوا قوله لا أي لا يجب عليك غير هذه الخمس الصلوات إلا إذا تطوعت فإنك إذا تطوعت وجب عليك ما تطوعت به هكذا يقول الحنفية والمالكية وذهب الشافعي وأحمد إلى أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه وأنه يحق للإنسان قطعه فكما حق له أن لا يبتدئ فيه أصلا حق له أن يقطعه ومن آثار ذلك أن من ابتدأ بصلاة نافلة هل يجوز له أن يقطعها قال مالك وأبو حنيفة لا وقال الشافعي وأحمد يجوز ومثله من ابتدأ بالطواف هل إذا ابتدأ بطواف التطوع هل يجب عليه إكماله أو يجوز له قطعه قال مالك وأبو حنيفة يجب عليه إتمامه وقال أحمد يجوز له القطع ومثل هذا في باب الصيام فمن صام تطوعا هل يلزمه إكماله كما قال مالك وأبو حنيفة قالوا من أفطر في صيام تطوع لزمه أن يقضي ذلك اليوم بأن يصوم يوما آخر وذهب الشافعي وأحمد إلى أن مندوب الصيام لا يلزم بالشروع فيه والابتداء فيه وهكذا في بقية الأعمال الصالحة هل يلزم المندوب بالشروع فيه كما قال أبو حنيفة ومالك أو أنه لا يلزم كما قال الشافعي وأحمد وفي هذا الحديث ذكر شأن الزكاة وبيان أنها من الإسلام وأنه يشرع للإنسان أن يؤدي زكاة ماله وفي هذا الحديث أيضا أن من أدى الواجبات وامتنع من فعل المندوبات فإنه تبرأ ذمته بذلك وينجح بسبب ذلك وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإتيان بالواجب من أسباب دخول الجنان بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه صلاحا لقلوبنا واستقامة في أعمالنا وصلاحا في ذرارينا وبركة في أموالنا وصحة في أبداننا كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منكم الأعمال الصالحة والدعوات المخلصة والنيات المخلصة بإذنه تعالى أسأل الله أن يوفق عموم المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أهل السعادة وأن يوفق أولاة أمرهم للحكم بشرعه وسير على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم المخلصة